موت الفجأة وفزع كثير من الشباب بالانتشار هذه الأخبار المتلاحقة لا سيما من صفحات مواقع التواصل الشباعي جعلت الناس جميعا وكأنهم في بيت واحد كيف ترى ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الصور الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة موت الفجأة وقال صلى الله عليه وسلم أن موت الفجأة أخذت أسف الإنسان يأسف على إنسان ما كانش متوقع بأي حال من الأحوال إنه يموت في هذا الوقت وكلهم بأجله بس هي في الآخر خالص بتحمل رسالة بلا شك بتحمل رسالة النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قالوا كده قالوا في تفسيرها ما النذير قالوا والله الشيء بنذير موت القريب نذير لما يكون شاب فريعان شبابه ويموت فجأة فلا شك بتبقى النذر من خلالها أوقع فإذن هنا رسالة إلهية ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا وبينبهنا من خلالها إلى إنه المشاكل اللي احنا عايشينها النهاردة مع كثرة الهموم المختلفة سواء كانت هموم مادية سواء كانت مشاكل اجتماعية على كافة الأصعيدة وعلى كافة المستويات أكيد نسبب مشكلة الغفلة واللهو ربنا يقول سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استبعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم نعم فهي دي النهاردة أمراضنا الحقيقية نعم أن الغفلات الشديدة بسبب طبعا كل الأمور دي والقلوب اللاهية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليه لا تجد أثر علشان فيه مشكلة اسمها له القلب فبالتالي لما ربنا بيبعت النظر دي وانت لو قد تفهم عن ربنا سبحانه وتعالى على مدى الأربع خمس سنوات الماضية هو ايه اللي حصل بعد الكورونا يعني احنا ايه يعني الواحد يرجع كده ويشوف الناس كانت بتكتب ايه ساعة الكورونا وخلاص بقى يا جماعة وإحنا خلاص إحنا على شفى الموت والحكاية حاجة تانية وأجهزة التنفس وكل واحد ما بيحصله يعني ولو شوية برد يعني خلاص يعني وكأنه احتضر وكل ما تيجي كل كمعرض يعني وكل يوم تش بص على الأحصائيات اللي بتطلع من منظمة الصحة العالمية وعدد اللي ماتوا في أمريكا أكتر من اللي ماتوا في الحرب العالمية فحاجة كده خلاص يا جماعة ايه ما قامت نعم قولي بالله بعد الكورونا ايه اللي حصل نعم يعني شوف الناس وشوف مجتمعنا مثلا الحال بعمل ازاي وإيس بأي طريقة شوف الناس نهاردة على السوشال ميديا بتكتب ايه ايه هي الترندات اللي هي الناس كلها بتتبعها فتلاقي انه الموضوع اذا النذير ما جابش الأثر المطلوب ومو بالتالي فربنا لا يزال يرسل النذر وهو ربنا في معنى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والرسل دي انه ربنا لا ينزل بأسه الا من بعد ان يقيم الحج على العباد فلما انت ايه اكيد يعني موت واحد زي احمد رفعت ازاي زمان كان محمد عبدالوهاب اكيد مختلف نعم فانه موت اي شاب مش هيسلط عليه الاضواء زي ده فالدنيا تقوم وما تقعدش ويبتدي يشوفه شاب عنده 31 سنة مرة واحدة كده عادي انه هو يسقط ميت نعم وفي الملعب فبالتالي ونه أولا